في الجد بقى عشان نلحق مع شوية في المستقبت شوية الوقت الحلوين دون نلحق الزمالك محتاج إيه السنة الجاية الزمالك محتاج مهاجم مش هقدر أسميه يعني لأن في الدور المصري المهاجمين الكويسين فأندية استحالة الزمالك يقدر ياخد منهم العين وساموا بعلي في الأهلي في بيرامدز دول أبرز المهاجمين أبرز مهاجم بر الأهلي والزمالك ما بلوله سعره غالي سعره مقابل سنه عالي مش هو اللي حيديك المستقب وبعدين ما بلوله فيه مشكلة في رأيي أنا كل اللقاءات اللي أنا شفتها ضد الزمالك بيرامدز الأهلي ما شفتوش عمل مقاعدش كبير مش فاكله جون أنا ممكن يكون سجل على فكرة بس أنا مش قادر أفتاكله مباراة كده ما بلوله أحرج دفاع الأهلي أحرج دفاع الزمالك أحرج دفاع بيرامدز عمل عليهم مباراة إنت خارج كمشاهد تقول تعبهم ممكن يكون الموضوع ليه علاقة شوي بمستوى الفريق اللي تحب شكل عام بس برضو المهاجم سعب بيباين كعبه ده وإن كان المهاجم اللي ما يقدش كتير قدام الأهلي والزمالك والبيرامدز اللي بيبقى عندهم مساحات في الظهر أتصور أنه العكس بقى إن ده ممكن يبقى مفيد للأهلي والزمالك إن المباراة اللي فيها ندية وقرب من المستوى ممكن يبقى مفيد عاصلين انت كتير قوي فهم العبية بتلعب في المساحات برافو عليك الأهلي والزمالك جابوا مهاجمين كتير قفار كتحديدا من الدول المصري لما يجيوا لعاول الأهلي والزمالك وينكشفوا عشان هم لما كانوا بيلعبوا قدام الأهلي والزمالك ويتعلقوا قدام مساحات فيها بالزبط ده جزء حقيقي وجزء بس أنا برضو برجع تاني يقول إن ما فيه أوقات تاني أنت كزمالك أو أهلي أو بيرمز تقدمت على الاتحاد وترجعت فأنا مش براح أول ما بلوله فأنت بشاف إنه في الدولة المصري الزمالك يعرف يجيب مهاجم من الدولة المصري لأ الزمالك ما يقدرش يجيب مهاجم من داخل الدولة المصري فلازم يتجه للعالم اللي هو مفتوح أكتر ويجيب مهاجم أجنابي متميز مع الحفاظ على سيف الجزيري يعني فيه كده نغة ما تحصل إذا أنا هجيب مهاجم أجنابي وعندي سيف الجزيري لأ سيف مهم جدا وحتى لو افترضنا إن أنا جبت مهاجم متكامل وأفضل كتير من سيف الجزيري فأنا مقدرش ياخد قرار إن ده حيكون أفضل من سيف الجزيري غلى معيني تشوف المهاجم ده جه واشتغل وبقى كويس فابتدي فكر طب أنا سيف دلوقتي ما بقاش قادر يديني الدقائق المطلوبة وكده فابتدي فكر بقى بس بعدها الزمالك عمل غلطة في موسم 2018-2017 أعتقد كان من أسباب خسارته للدوري كان عنده كسونجو يا كريم وكان ماشي بشكل معقول بس كان عنده طموح الزمالك أكبر راح جاب خالد بطيب على الورق مهاجم المغرب الأساسي وكل حاجة على الورق يباد بس غلطة الزمالك إنه لما جاب خالد بطيب ماشي كسونجو فلما خالد بطيب مشتغلش معاك بقيت إيه ضهرك للحيطة فكان المفترض لو كسونجو مكمل وجبت خالد بطيب عليه الدنيا تمشي حلو ده المهاجم ايه تاني؟ أعتقد بقى ده أنا حسمي بقى محتاج أجنحة هجومية تسجل الزمالك عنده الأجنحة الهجومية الوحيدة اللي بيسجل بمعدل عالي زيزو وده عدد قليل فيه إن الفريق عنده لعيبة في التلت الأخير تكون بتسجل الفرق كلها بيبقى عندها مهاجم بيسجل وعنده على الأقل تلت لعيبة كمان بتسجل الجناحين بيسجلوا وساعات لعيبة من خط النص يسجل فالزمالك محتاج لعيبة تسجل حسمي اسمين ماشي صديقي وحبيبي واللي بتكلم عليه بقى لي سلام عاك في البرنامج صديق وجولة ليه صديق وجولة هو الحتة النقصة اللي تنقص نادي الزمالك لما نبص لزيزو ونبصه وقدمه فردة الفردة لو أصد زيزو أنجح سناكت في الزمالك مين بين شرق اللي هو يخش كتير يسجل كتير رجله ماشي عالجول يتمايا صديق وجولة إنه هو كويس في واحد على واحد ودي تنقص نادي الزمالك وفي نفس الوقت بيكمل كتير جوه المنطقة وبيقدر يسجل كتير تعال نبص على صديق وجولة شكله عامل إزاي أرقامه عامل إزاي تعال نبص نظرة عامة على صديق وجولة صديق وجولة لعب 30 لقاء طول الموسم مع سراميكا مش بيلعب كل المباريات كان غاب فترة سجل عشر أهداف الرقم ده في الدور المصري رقم معقول لجناح يعني لو نبص اللي عمي المميزين في الدور المصري زي حسين الشحات ممكن مسجل رقم أقل بيرسي تاو هتلاقيه في نفس الرنج هتلاقي زيزو برضو في نفس الرنج مع أهدافه الكنفدريالة مع ضربات الجزاء ممكن يعدي شوية بس نفس الرنج من اللعب المفتوح فصديق وجولة قدام لعيب عنده الرنج بتاع اللعبة الكويسة كأجنحة في الدور المصري طيب كان متوقع يسجل كام 13 هدف يعني هو ما بيهدرش كتير كان مفوض يسجل 13 ونص وسجل 10 ورقم الـ XTG الاهدف المتوقعة بيبقى مهم برضو ان انت بيتخلق لك فرص بتقدر تحط نفسك في الأماكن اللي سجل منها أهداف فالرقم متوازن في نفس الوقت ما بتسجلش بعيد عن الرقم ده فده معناه ان انت ما بتضيعش فرص كتير بس في نفس الوقت بتقدر تخلق فرص عمل سبع أهداف يعني مساهماته 17 هدف لو نبص ل 17 مع 10 رقم متميز ده عدد محاولاته على المرمى أنا شلت كل اللي هي تم بلوكد وبرى المرمى ده on target ودي الجولز ودي البارز اللي هي العرض ده عدد مميز من المحاولات ليصديقه جوله بيحاول كتير بيسدد من خارج المنطقة ومش بس بيكمل كمان جول المنطقة وده رقم مميز الزمانك محتاجه ترجمة نانسي قنقر